السلام عليكم البنات كانت منا تكونوا بيخير على خير وفي احسن الاحوال والصحة ديالكم زيان وما كتشوفوا هادلا فيديو ديال اليوم ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة البنات لأول مرة كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناة ديالي فما تنسوا اشتركوا في القناة وتفاعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حتيتوا على القناة ديالي ومرحبا بالجميع اليوم البنات غدا نشارك معاكم وصفة رائعة لعلاج الصلاع وملء الفراغات البنات اللي عندهم فراغات في الشعر ديالهم هاد الوصفة هادية البنات راه تنبيت الفراغات كتوقف تساقط الشعر كتطول الشعر بسرعة وكتعالج الصلاع الوصفة مجربة ومضمونة وكتعطي نتائج رائعة وكتلاحظوا الفرق من اول استعمال كتلاحظوا الفرق كترتب الشعر كتوقف تساقط الشعر كتطول الشعر تنبيت الفراغات فغدا ندوز باش نحضر معاكم هاد الوصفة هادية غدا نحتاج لأول مكوين وهو بودورشية بودورشية رائعة في ترطيب الشعر تنبيت الفراغات توقف تساقط الشعر وكتطول الشعر بسرعة غدا نحتاج كذلك القرنفل غدا ناخد طحال كهربائي كنضيف ليه معلقة دي القرنفل فالقرنفل البنات رائع في تطويل الشعر كيوقف تساقط الشعر وينبيت الفراغات من بعد ما ضفت القرنفل غدا نضيف جوجة المعالقة دي البودورشية وكيما قلت لكم هالبنات الوصفة رها مجربة ومضمونة وكتعطي النتائج رائعة غدا نضيف كذلك الهيل فالهيلة البنات رائع في تطويل الشعر كيوقف تساقط الشعر وينبيت الفراغات وكيعالج حتى الصلع غدا نضيف ملعقة دي الهيل غدا نضيف كذلك ملعقة من عشبة نجمة الأرض كيما كتلاحظوا معايا كيما لحظتم معايا لبنات جميع المكونات اللي استعملت في هاد الوصفة طبيعيين وفي متناول جميع واهم حاجة أن هاد الوصفة كتعطي نتيجة رائعة وكتلاحظوا الفرق من أول استعمال غدا نضيف أوراق الريحان فأوراق الريحان كتعالج الصلع توقف تساقط الشعر وكتطول الشعر بسرعة فغدا نضيف جوجة المعالق ديال أوراق الريحان غدا نضحن هاد المكونات مزيان كيما كتلاحظوا معايا فكنضحنوا في الطحال الكهربائي مزيان وغدا نرجع لعندكم من بعد هنا لبنات من بعد ما طحنت هاد المكونات أولا هاد الأعشاب مزيان في الطحال الكهربائي كيما كتلاحظوا معايا فالرائحة ديال هاد الوصفة البنات رائعة الريحة ديال هاد الوصفة زوينة بزاف كيما قلت لكم البنات ضروري ما اتطحنوهم مزيان في الطحال الكهربائي غدا ناخد قرعة ديال الزاج اللي تكون كتسد مزيان كيما كتلاحظوا معايا غدا نفرغ فيها هاد الأعشاب المطحونة كيما كتلاحظوا معايا فكنضيف زيت الزيتون غدا نضيف تقريبا كاس ديال زيت الزيتون والوصفة البنات كتعطي نتائج رائعة فكترتب الشعر كتوقف تساقط الشعر كتعالج الصلع كتطول الشعر بسرعة وتنبت الفراغات فغدا نضيف تقريبا كاس ديال زيت الزيتون كيما كتلاحظوا معايا كنخلط مزيان هاد المكونات مع بعض ديال زيتون كيما كتلاحظوا معايا طريقة الاستعمال ديال هاد الوصفة هادي كتحتفظوا بهاد القنينة هادي ديال الزاج في مكان مظلم يعني كتخبيو هاد القرعة هادي في بلازة مظلمة المدة ديال أسبوع يعني حتى كتدوز أسبوع عاد كتبدو تستعملوا هاد الزيت هذا من لي كتدوز أسبوع كتتاخدوا هاد القرعة هادي ديال الزاج وكتبدو تاخدوا الزيت اللي غايق دهم في الشعر ديالكم وكتدهنوا الفروة ديال الشعر ديالكم والشعر كذلك كتخليو هاد الوصفة من ساعة ثلاثة سواع في الشعر ديالكم من بعد كتغسلوا الشعر ديالكم مزيان هاد الوصفة هادي كتستعملوها ثلاثة المرات في الأسبوع قبل ما تغسلوا الشعر ديالكم فالوصفة اللي بنات رهاك تعطي نتائج رائعة وضروري ما تدوموا على هاد الوصفة هادي فإلا بغيتو نتيجة سريعة فضروري ما تدوموا على هاد الوصفة هادي وتستعملوها ثلاثة المرات في الأسبوع فصدقون يا لبنات الوصفة كتعطي نتائج رائعة والوصفة مجربة ومضمونة والنتائج ديالها رائعة ولبنات لأول مرة كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناة ديالي فما تنسوش تشاركوا في القناة وتفاعلوا زر الجرس باش توصلوا بأي فيديو جديد حتيتوا على القناة ديالي ومرحبا بالجميع ونخليكم على خير ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله بسلام عليكم